اشتركوا في القناة الى الارض ولا يسامح نفسه في ذلك الا ان كان مغلوبا هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم يحاسبون انفسهم حتى في ظواهرهم قبل بواطنهم لان الظاهر ايها السابع عنوان على البواطن اذا حصل لهم الخشوع والعضاء في ذلك الا ان كان مغلوب على أمني بسم الله الرحمن الرحيم جداً لان كان مغلوبا من دولة او مغلوبا اذا ان كان قبل بخشوع ان كان مغلوبا يضيفون ان الان ان يقال، اذا ان كان مغلوبا stirقumo على حفر انه فى انا ماى الح entrepreneurs اصحر داخل انه ألت onda توش mikä ثconduct الحفر ويف انه ضع مري Io خاصةً أيها الأحبة اليوم في هذه العصور التي نعيش فيها يعني شيخ المجلس أو شيخ الحضرة أو الشيخ المرفي لابد أن يكون له من أتباعه مقلدين هم رب يقلد الشيخ فالشيخ جاء له حال حقيقي أما هذا مسئل يعني في المجلس بعضهم وبعضهم نحن نحسن الضبه ولكن نخاف عليه أن يكون قد قلد الشيخ وهو ليس أهلا لها بالمقام بعض الأحبة terkadang sebagai murid yang memah itu mentaklit gurunya namun pada zahirnya sehingga ketika kalau gurunya itu memang mendapatkan hal yang sahih Allah datangkan rasa di dalam jiwanya kerinduan kepada Allah sehingga membuat badan itu bergerak god dengan sendirinya karena kondisi batik itu muridnya tetap kemudian terus dia mengikuti aja ohne جب الله itu betul tak datang dari hati atau gerakan Zhohir aplikasi yang menggerakannya seperti itu pernah terjadi pada murid yang akhrib buta kepada syriq أيها الأحبة أن يظن أحدكم أن الشريعة تخالف الحقيقة ونحن نأمورون بأن نقدم الشرعة على كل شيء حتى على التصرف نعم أيها الأحبة ما السبب؟ التصرف مثاله مثال البلح في الطعام أيه هو الأصل اللحم والأرز أم البلح؟ الأصل الأرز واللحم والأساس والشرع الحنيف ثم إذا أردت أن تحلي هذا الطعام قليلاً تضع له قليل من الملح لا يوجد في بيت أحدنا خمسة كيلو ملح لا يوجد في بيت أحدنا خمسة كيلو رز صحيح و أقصب فهذه نقطة هامة ينبغي أن نقفع لها ونشرحها شرحاً صحيحاً مساء ما فقط مساء نشاء نشائل ورم 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 المنقشة مبينة جوائية ويبينة من عام إنه متعامل حقيقي من مبينة هناك الجة هو تترانى من مراح واتوا اتبعوا نتيجب لن تتبقى انهنا فلا يمكن أن نقبل أيها الأحبة الشطح والطامات والخرافات والتهيئات والاحتمالات وكل ذلك في ديننا باطل لا يجوز لنا أن نريه ونصهره للعامة أو بأي شكل من الأشكال لأن الأحباب في كل المجالس أنا لا أخذ هذا المجلس أخذت كل المجالس أيها الأحبة أكثر الأحباب يعني من العامة وهذه كلمة العامة ليست زمن لا يعني أتباع الشيخ ليست زمن أيها الأحبة ليست متخصصين الشريعة فيأخذون ويحملون كلام الأشياء على محمل الصدق والجد فلا بد من الأشياء أن يكونوا على الظهر الشريعة يعني أجلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مجتمع الصحابة الكرام أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا أمثال هذه المجتمعات ليس كلهم متهصصين منهم الفقهاء منهم العلماء منهم قادة الجيوش منهم العامة يعني عاملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم الحداد والنجار والخياط والحلاق وكان يدعو صلى الله عليه وسلم ادعو الحلاق يبطر شعلي لذلك يوجد بالهم ماذا عامة الصحابة هذا ليس كلمة زم أيها الأحبة كلمة العامة بزمن مع الصحابة يستلح رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة توهيبه هو أبن يوطنط البعيد يتزمن مع صحابة ستلح أبن رسول الله وليس قادة أبن رفحيبه هوů موسيقى وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يَا عَلِيُّهُ خَاطِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ أَتُحِبُونَ أَتُّكَزَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كل شيء يَيْوَ الْحِكْبَ فُرْقُ الْعُقُولِ لَا يَنْبَغِي أَنُّحَدِّيسَ الْنَاسَ عَدْهِ Dan Rasulullah pernah bersabda kepada Syedina Ali Wahai Ali, berkatalah kepada manusia sesuai dengan akal mereka Apakah kamu mau jika kamu membahas suatu pembahasan yang di atas kemampuan mereka kemalah mereka nanti akan menyustahkan agama Allah Maka kita kalau berbicara kepada orang pada umumnya harus cari pembahasan yang sesuai dengan akal mereka ya وقد رأى الإيمان وعمر رضي الله تعالى عبد النخطاب رجلاً يصيّه وقد ضبّن كتفيه فضرب يعني متخششك، يفعل تفسه بخشور فضربه بالدر للدرّة الدرّة عصار يعني لا تتجاوز خمسين سنتيمتر وفيها الأس مدبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر طيب بعد ماذا نفعل بك؟ نعم وابطلية الأمة في بعض العصور أنه خرج فيها من ادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخطر وأشد هذه الردة والعياذ بالله فمشكلتنا اليوم مع الدعاء العريضة وعدم الوقوف على ظاهر الشرق ومن المشكلة ومن المشكلة فهم لا يحبون تحبون مع كل من أجل مع أجل مع أجل مع أجل في الزمان الزمان من المشكلة من المشكلة لدينا وعندما أعلم أجل أعلم حقوق حقوق وفي آل أعلم جاءً أؤلاء محور محور الرسول الوطن والأحبة فمشايق الطريقة أيها الأحبة واجب أن يوافق الظاهر الباطن والباطن الظاهر يعني مثلاً يا أحبابي شيخ طريقة شعره إلى هنا والأكثر من شعر الإسلام ما هذا أيها الأحبة؟ ماذا نسمي؟ ماذا نسمي هذا المفهار؟ المسلام أيها الأحبة ليس في بلدك فقط هذا الإسلام عام عالم عمومي الرسالة الخاتمة فينبغي أن يدقق مشايق الطريقة في هذا الله يباركنا بحياة سيدنا الشيخ رعيم حفظه الله هذا العالم طاهر انظر ما رأينا عليه شيء يخالف ظاهره باطنا ولا باطنا مظاهر كل ما قاله بفضل الله مضبوطه الشرع أما رأينا أنه وسيد الشيخ في أسفارنا مشايق طريق أنا في واحد مضبا فكرته أولا فكرته مشاعوز شاهده هكذا وخب ست خواتم كل أصبيت فيه خاتم 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 هذه هي سنن أيها الأحبة؟ أنا أفتح الآن عدو لكم هل هذه هي سنن عن رسول الله؟ أصل التخدم في الخاتم لمن وضع صلى الله عليه وسلم الخاتم بيدي جعل فصه من الباطل من عنده خاتم يا أحباب؟ يعطونا واحد يعطينا من فضلك أعطينا حتى نحقق لكم السنة كيف حقبتك؟ سينية كيف حقبتك؟ سينية كيف حقبتك؟ هذا هو أحباب إسم أثنا أخرى كان مجدًا أخذ الملات سينيق stumpم خاتم من البطل الشيخ غلطة مرة اولنها كمينة أمور عماً المتحدثين امور كامل مشيخ غلطة ! إنها قائل أمور ش합 غلطة خوفة experiencia شهف غلطة اختي فلانا مع الشيخ النبي المسيح فلانا مع الشيخ النبي موسيح أنني أريد أن أتمنى إلى دعوة مسيح موسيح كان الأ Nicki Ultra كب الأفلاب فهلا لما نقل مع ماذا نظر ثالثان ربي أسف المصرة كان م特ير يقصر يقصر.. دعوة يجب ان أردى أسف المصرة هي سعري دعوة يجب ان نظر إن أسفنا فهذا يوجد مرشيداً كم تحرير بحثنا وما أن تتحرير مرشد لربما يكتشف هذا صاحب الشعب الطويل أولاً أول مرة أرى وَاللَّهِ أَنَا قُبْدُوا الْوَصَرِ أُبُدُوا الْوَصَرِ وَلَاً تُتُبْتُوا سُبْعَقَالُ يُرِيْتُ قَطَكْيَ عَبُّوا مُصَعَبُ هذا شهد طريقًا هذا القاتل يُبَلُّ ها نشakra باش مواش مواش يوم يأتد هاه وبعد pertama肯ر هيجب أنبيًاً Harrison يوجد مباشرة يوجد ر diagnوي هناك رد الخي Low May يكون ب시리 فستوى يوجد م 팬� الغد لا تريد السنة أن تريد عقلك أنت رمود يأسوا لك سمتياقاني هذا بيارك إذا كنت أمر أفرح نفسك جاء في الشمائل المحبتية في مرواه الإمام التربزي رضي الله عنك أن الرسول الأعظم كان له ثلاث شعور جمّة ولمّة ووفرة وفرة الجمّة شعل الأمام إلى هنا اللمّة إلى أذني الوفرة إلى كتفه فإذا وصل إلى الكتف كان صلى الله عليه وسلم يقطعه ما حدو كبك هذا كلام؟ لا تريد أن أعلم 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 إلى تحت أكتاف ما هناك هناك ساتو روايات أعلم أعلم رمود 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 كثيرا ف الأب هو هاكم الوسيقى الرحماتي كتاب ايجا سنحن به كتاب يدونها وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي حاثر الرأس يعني بدون إذا كيف أنتم يعني تكون الروايات العجيبة في الشعر أين حفظت اتباع في هذا؟ ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاثر الرأس والروايات التي جاءت في وصف شعره روايات خاصة من أهل بيته سيد عكش دخلت عليه يوما ما وهو في راحته عليه وسلم وجدته بدون غطاء للرأس فوصفت شعره أم سلامة ميمونا زوجته الخاصة أما الصحابة الكرام هل بدأوا يصفون شعر النبي صلى الله؟ ما في روايات أيها الحب الأصول أن نبي لبي يطرق عليه الصلاة والسلام غطاء الرأس هل بدأوا يطرق عليه الصلاة والسلام هل بدأوا يطرق عليه الصلاة والسلام هل بدأوا يطرق عليه الصلاة والسلام فاتحاً لمكة المكرمة دخلوا على رأسه المغفر المغفر مثل كيف يلبس في الرأس؟ مثله قريب جداً مثل هذا وفي رأسه الغدائر عند شرجت من هنا هذه الضفائر الشعر غطيرة ما درك الرسول الله يسول الله شعره سائر هكذا والله أيها الأحباب يخشى أن يكون هذا الشاب أو هذا اللي بدأت عشي نغط طريقة يخشى أن يكون فتة نحن نحن نريد نحول الظاهر الشريعة إلى حقائق نثل بها الناس لا يا أحمد الشيخ المربي الحقيقي الحقيقي ما التزم ظاهره بالشرع وباطنه بالحق ما هو الحق؟ يعني أذباط هذا الشرع أبطًا بعد قات الرحاق كما بابتر أذب الوصحة تعالى قد؟ مكاف رسول الله مكاف مكاف إلى مكاف بأم بأم مكاف مكاف لنمكاف رسول الله مكاف كيتنم محمد صلى الله عليه وسلم بلع Titاني انتظرato بلعثه مسئولة مسئولة لا ي榨 طالب واعf وما على المعرفة يمكن الإجابة اصلا إكري طريق الغتيت إذًا سادية ما يقول هذا شيخ طريق الغتيت ومن أعطيه من الكرام أنه من أعطيه من السرعة ليس من أعطيه من السرعة أعطيه من أعطيه من السرعة ومع ذلك إذا كان الشيخ المشيد الحكيم سُنَّهَى أَيُوَا لَحِبَةً أَمْرٌ هَا مُنْجِدًا لا يمكن أن تكون المشيخة بالتوارس لا يمكن ما يعني التوارس أيوال أحبا ليس يعني الاب يورسه. الابن علماً وعملاً وإلى آخر. ليس هذا المعنى. التوارث مات شيء في الطريقة فجأة. من يرسه ابنه. كم عمر هذا الابن؟ والله إثناء عشر سنة عشر سنوات. والاب عنده جماعة كبيرة. أكثر من عشرة آلاف ملي. ثم كل هؤلاء عشرة آلاف إنسان يعظمون هذا الطفل الصغير. لم يسلك. ولم يعرف شيخ بالشرح. ولا أبنى إلا أنه لمن شيخ الطريقة. وهذا هنا في بلادكم أيها الحبة موجود كثير. نحن في بلادنا ما عرفنا هذا. ودائماً سيد الشيخ رحيم حفظه الله يؤكد لي أن أشرح هذا المعنى في كل مجالسي. لأنني أنا عربي. يعني لا أصاف يعني من الشرح. فما عندنا أبداً أيها الأحبة شيخ الطريقة بالتوارس. لا يمكن هذا. إلا أن يكون علماً وعملاً وحالاً. أخذناه كادراً عن كادر. اتصلت أساندنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مطبول. إذا قال لنا هكذا مطبول. أما صغير السن كبير السن ما عنده إجازة. لم يسلك على الشيخ عارف بالله. لم يحضر مجالس علم. في المدام جاء أبو أحد الأولياء وقال له أنت شيخ الطريقة. يا سلام. أسأل إنها ما فيه. أسأل إنها والعبة. أسأل إنها ? أحذر نتكون Titans أحذر خطله ولد؟ أسأل إنها أحذر خطني من يشب القيمة من ال telling من أمام و свидتعinder خطني من من لدي pięت الشhorse BlH أنا أحذر خطني من احذر خطة لا أحذر خطني من الأحذر. أمام م BL обязательно ممتلك جدا أنه سيح توري باروال فاطيح إثبت قالت أنه لم تستمت من أعطيها اما بعد تاني كان من أعطيها أعطيها إنه كان أعطيها مدرس مداذا والسيح كالتاني لم تتفع رأي من مشكلة باطان سيدتي لا أعطيها إنه ما هو مدرس ممن أعطيها ولو على هذا و receives و لكننا مراحة أما سنة ليسهر عليكم أتنتم من مراحة أكبر طواله على هذا مجرس مجرس سيونا يجب الاندين طواله وراء لتضيع الأساس يجب أن يكون ذوقا أحل على هذا أمام أنه overlap كما يكون الاخطة كما تشتغل فيه كان هناك خطة منكم يكون كله ونعني أنه خطته أتحرك أن يكون خطة أمنا يمكن أن تحدث أن فيه خطة وشاية نحن نحن نعرأ فَإِذَا اجْتَمَعْ أَهْلِلَّهَ حَقِمْ فَإِذَا اجْتَمَعُوا بَأَصْحَابِ الْدَعَوَى الْبَاطِلَةِ ماذا يفعلون؟ قال يغضبون باطلاً شوفوا، ما يظهرون للناس؟ يغضبون باطلاً على كل من ادعى عندهم دعاوة كاذبة ويباصدونهم، لكن الأدب الأعظم لأنهم يتسحون معهم ويبتسمون ويسركونهم لماذا؟ قال هذا ظاهراً ثم يعلم المدامون ثم يغضبون باطلاً يغضبون باطلاً يغضبون باطلاً يغضبون باطلاً يغضبون باطلاً لماذا؟ في أتباع يا أهب نحن نخاف على أتباع لا نخاف عليه، ليس واحد هو أتباع كسيراً يغضبون باطلاً 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 لو كانوا يغضبون بطلاً يغضبون باطلاً بعض هذه 1992 لكن يسعر إبارنا إلى صياتنا حضرنا والله في السنة الماضية حضرنا مع سيدي الشيخ رحيم في أحد المحافظات الإبل شيخ الطريقة ثلاثة عشر سنة وعشرة آلاف إنسان في المجلس شيء عجيب نصحناه لهذا ما قلت الشاب تتشعر الشيخ المربي يفعل مع مبيع تسلق على جهده إذي أنت كزا كزا محافظة 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 أنا قلت حدير bersama الشيخ رحيم في واحد دائرة لا يوجد من أحد دائرة من أحده محافظة أن الشيخ رحيم 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 ومن أذامهم رضي الله تعالى عنهم قلوا قل لما يحتاجون إليه من باب الله تعالى دون باب أحد من عبيده ورد في الأثر أيها الأحبة يا موسى سليدي ولو لشراك نعلك ولو لدلح طعامك قال مرة مرضى سيدنا موسى عليه السلام أنا من الدرس معروف سليدي فصال الدرس هو متبير يا رب يا رب دلني على الدواء فدله على نبات في الأرض يفرج قال ضده وضع على الدرس خلص يشفق فذهب سيدنا موسى عليه السلام فحس عن هذا النبات وجده فأخذه وضعه وضعه شوف يا مرة أخرى مرة أخرى فذهب سيدنا موسى من نفسه إلى هذا النبات فأخذه وضعه فصال إثنين يا رب يا ماذا؟ فأوحى الله يا موسى سلني يعني في كل مرة ولو لنلح طعامك ولو لشراك نعمك أطلب من الله أولا لطائق الأمور وعظام الأمور الكل بيده كل قلوب الخلق بيد الله تبارك وتعالى فإذا سبعصت المسائل وتعطتها وما لها حل ترجع دائما إلى باب الله تبارك وتعالى وتعطيت المترجم للقناة يالله يسقط النبو عن طريقة يركض شراءة مثل أنه مخلط هذه سميطة لأنك سميطة خرخي وعنى يبطأ في السبب سميطة أسنع diskut دوما سميطة سميطة السبب بعد سميطة 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 السبب قلت أبتة سميطة 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 странظم الى من دولول مطلوبT ياطاً جداً ثمani قال لا أن أصط Jenkins لا أصطر boil لكن بأني لن أطلقا قد رسالون فقط أطلاق سراء لذلك لماذا يجب أن تحضروا الشيء الظلام وقال أن ملاحظم ألا أن تأشعر المدى وَلَا يَنْظُبُونَ إِلَى بَابِ غَيْرِهِ إِلَّا مِنْحَيْفُ كَوْلُّ الْخَلِّكِ كَالْقَنَاةِ الَّتِي يَجْرِ فِيهَا الْبَأُ لَا غَيْرٌ فَالْقَضُ لِمَنْ أَجْرَ الْمَانَ فِيهَا لَا نَلْقَنَعْتِ البحر البحرة خيال البحرة الإنسان وثقل ورحمةِ только كذلك ف Basada في السلام الذين دلوح تحت الآخرين ألكهم يكون مخلوع إنه يكثلو إليها مخلوع أليس المخلوع ذلك أحيانا هو مخلوع إنها وهذا تعلمناه من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما حلت حادثة الإفك هذه الحادثة المشكومة وتعافت منها السيدة العائشة رضي الله تعالى عنها ونزل جبريل الأبيب في براءتها من فوق سبع سماوات قال أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنها خوبي فاشكري رسول الله قول جبريل نزل على سيدنا محمد قالت لا والله لا أشكر إلا الله ابرأة غابت عن وجودها وغابت عن المحسوسات والننوسات والمكونات وتعلق قلبها بخارقها فقالت لا والله لا أشكر إلا الله فقالت نزل على سيدنا عائشة 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 جزاء الله تعالى عننا خيرا كثيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا الفضل وأن يتمم لنا إن شاء الله عودت سيد الشيط رحيم للخير والسلامة والصحة والعائية وأعتذر منكم فلقد قرقرت بين يديكم كثيرا وأعتذر من سيد الشيط نصر الله حفظ الله الذي دائما يظهر لنا الأداء جزاء الله خيرا ونحن مسجد التلاميذ بين إليه أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاه وينفع به قمة الإسلامية ويحفظ هذه الأسرة الكريمة ويحفظكم ويحفظ المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحق لله الذي بنعمته تثب الصالحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر